بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنانا طلاب الصف الرابع اللي بدأ إن شاء الله معنا الأسبوع الرابع بالنسبة للتقييمات في شهر أكتوبر ولكن دائما الكلينا مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نمبر ون معنا نلائز زبس ذان أحمد طبعا هنا في ذان يبقى في اير يبقى أولدر ذان نلائز أولدر ذان أحمد الفروتس الفكهة في عندنا ذان يبقى عندنا هلثير ذان طبعا الأجكتب لما يكون فيها واي تحزف ونضيف اير يبقى هلثير ذان سالي في عندنا ذان يبقى طولر ذان طول صفقة قصيرة ضفلها اير كريم في ذان يبقى اير يبقى هابير ذان هابي وايا لحزف وطبع اير مبين الارد و الظرافة يبقى شورتر ذان لأن مقارنة ما بين اتنين أرجنتينا إززبيذ ذان كولومبيا طبعا في ذان يبقى بيجار بيجار ذان مقارنة ما بين سنين وصفة قصيرة يضع فحر في جي ونضيف اير علي إززبيذ ذان سامي يونغر في ذان باي ار يونغر ذان رامي إززبيذ ذان يوسف طبعا هنا فانيار سامير إززبيذ ذان سامر إززبيذ ذان أوتوم سامر الصيف إز هوتر هوتر طبعا هوتر ليل إن عندنا هنا صفقة قصيرة بالنسبة للأداء المنزلي أو الواجب المنزلي طبعا ما بين الهورس والكامل يبينه فاستر ذن الانجلي او الإعليال الأ 해야 حاول ذنجلي الزناaves الأاد Golf طبعا السجن الهورس التواسط الابقة طبعا هنا في ذهن يبهي رهزير ذن the train is his face than the wife طبعا في ذهن يبهي رهزير ذن Alex has got his face here Alex has got his face here than Bob طبعا هنا في ذهن يبهينا longer here China is his face than Japan China is bigger bigger than Japan يعني أكبر من اليابان يوسف's car is his face than Lina's car طبعا slower يعني أبطأ من the red car is his face than the yellow car طبعا هنا older إذن يبهي رهزير ذن سفقة قصيرة زيكربين ساي سي is his made than the Mediterranean sea طبعا هنا ديبر ذن يعني أعمق من ديبر يعني عميق بالنسبة للتقييم الصفي complete the following sentences with the correct word pound stronger river be scared بليكن and a bear are in there طبعا البليكن والبير are in the river يعني الاثنين كانوا على ضفة النهر they are very hungry كانوا جوانين they are both looking at a big fish the bear reaches for the fish it lift this ورفع a its bone يعني كفه the bleakens opens it والبليكن فتح a والبليكن فتح its beak يعني فتح من or its mouth لأنه عندنا beak يبقى open its beak its ready to take the fish كان يعني على السعدات خلاص يأخذ السمكة out of the water the bear sees the bleakens the bleakens looks the bleakens looks looks scared يعني يبدو عليه الخوف لما شاف المير ينظر اليه يبقى هنا looks scared هنا بلو i am sorry bear the bear is as well than the bleakens the bear is stronger يعني أقوى من طبعا هنا is stronger than the bleakens ده اللي هو غروب ا معانا غروب ايما complete the following sentences with the correct word horny's grass sand sahara desert beautiful ring gazelles look very beautiful ring gazelles ده يبقى نوع beautiful يعني جميل they live in the space طبعا and they live in the sahara desert بعيش في الصحراء they live in the sahara desert بعيش في الصحراء and they walk around looking for ويتجول يبحث عن عن الغراس اللي هو العشب they have big ears عنده أذن كبيرة big ears and long hornies وقرون طويلة hornies يعني قرون they have yellow white coats which protect them from the sun عندهم جلد لونه أصفر أبيض يحمي من الشمس they have hooves يعني عنده كف on their feet في أقدام أو في الأقدام they have hooves يعني these hooves they help them walk on the بتساعد walk on the sand على الرمان ومعنا the last one اللي هو الأخير معنا اللي هو موديل سي بالنسبة عليه تقييم الصف الرابع I'll complete the following sentences with the correct word بالكلمة المناسبة temperature درجة حرارة teeth أسنان المريد eastern Africa شرق أفريقيا أو أفريقيا الشرقية scientistis علماء the naked moon the naked moon red lives in بعشفين طبعاً in eastern Africa craic يبال انك theeled moon اللواء الفقر اللواء انا ده بيعيش فيه الأفريقيا الشرقية it has big عنده كبير it has big teeth فرل لعلي أسنين كبيرة تث ونهيل لايسا لوشار تستطيع التحكم في دراجة حرق اسمو تيمبراتر طبعا نهيل لايسا لوشار وما يجب علي فرل من التحكم في بسبب موار التحدث يوجد المشار لايحم وقت قبل موار التبقى يجب عليكم تستطيع التحكم المشار لايسا لايضا بما أنه رائع من الحجم على المتطوع يعرف الأكثر من الحيوانات هنا أن يعرف الأكثر من العلماء يتعلم قبل الفئران ومن هنا وصلنا لناية حرقة اليوم وانتظرونا مع حلقات أخرى من حلقات تقيمات بالنسبة للمرحلة الابتدائية وتابعونا على تقيمات المرحلة الإعدادية على القناة علي جودة بالإنجليش والمرحلة السنوية على قناة سر التفوق والنجاح